يا خالد طلعت أهلا بك خالد طبعا منتخب كودفوار القيمة التسويقية اللاعبية 335 مليون يورو يعتبره يمكن من أعلى المنتخبات في القيمة التسويقية منتخب غينيا بيساو 26 مليون يورو فقط الاستحواز كان 61% لكودفوار مقابل 39% لغينيا بيساو تسويب على المرمى 10 لكودفوار منهم 4 من القائمين والعرضة و10 لغينيا بيساو منهم 3 من القائمين والعرضة يعني التسويب كان متساوي بشكل كبير جدا رغم فوز كودفوار 2-0 التمريرات الصحيحة كودفوار 561 وغينيا بيساو 354 تمريرا الاحصائية اللي بعديها الضربات الوكنية 6 لكودفوار مقابل 2 لغينيا بيساو أخطاء 11 كودفوار 10 غينيا كرات العرضية كودفوار 11 عرضية منهم 3 عرضيات صحيحة غينيا بيساو 8 منهم 3 صحيحة التسلولات 2 كودفوار 1 غينيا بيساو والبطاقات الصفراء 2 لكودفوار 1 لغينيا بيساو هنبتدي بقى نستعرض منتخبات المجموعة الثانية اللي هتنطلق بكرة وإذن الله مجموعة مصر طبعا منتخبات مصر وغانا وكاب فردي ومزنبيق ويمكن مقارنات كده ما بين المنتخبات الأربعة في كل حاجة بحيث نقدر نعرف المنتخبات اللي هتواجه مصر في المجموعة أول حاجة معنا عدد مرات المشاركة في كاس أم أفريقيا منتخب مصر يمكن الأعلى مشاركة طبعا في أفريقيا 26 دي المشاركة رقم 26 ليه منتخب غانا 24 مشاركة كاب فردي أربع مشاركات مزنبيق 5 الناحية الثانية مرات التتويج منتخب مصر والأعلى تتويج بالبطولة 7 مرات غانا 4 يمكن المجموعة دي كابتن مهيب أكتر مجموعة فيها عدد تتويج بكاس أم أفريقيا 11 تتويج هي الأعلى في كل المجموعات الستة نشوف تصنيف الفيفا للمنتخبات الأربعة منتخب مصر يمكن متواجد للتصنيف الصورة اللي بعدين يا جماعة منتخب مصر 33 على العالم في تصنيف الفيفا الخامس على أفريقيا منتخب غانا 61 على ميا 11 أفريقيا كابفردي 73 على العالم و14 على قارة أفريقيا ومزنبيق 111 على العالم و25 على أفريقيا تعتبر مزنبيق هي طبعا المنتخب الأضعب في المجموعة الصورة اللي بعدين هي عدد المحترفين في كل منتخب والقيمة التسويقية لكل منتخب منتخب مصر يمكن أقل عدد محترفين في أوروبا هنا المحترفين في أوروبا حتى التلعيب ومحترفة في أوروبا القيمة التسويقية لمنتخب مصر 136 مليون يورو منتخب غانا 23 لعب محترف في أوروبا من السبعة وعشرين وقيمة المنتخب 196 مليون يورو يعني منتخب غانا أعلى من منتخب مصر بحوالي 60 مليون يورو منتخب كافردي 23 محترف في أوروبا وقيمتهم التسوقية المنتخب كله 27 مليون يورو منتخب مزنبيق 10 محترفين في أوروبا قيمتهم 25 مليون يورو إجمالي الأربع منتخبات في 62 لعب محترف في أوروبا متواجد في المجموعة الثانية والقيمة التسوقية للمنتخبات الأربعة 384 مليون يورو نشوف الصورة البعضية ودي فيها أحصائية مهمة جدا يمكن معدل أعمار منتخب مصر ركبات هو الأعلى في معدل أعمار في المجموعة 29 سنة معدل أعمار 29 سنة عالي شوية بعدين طبعا غانا 26 سنة ونص كاب فردي 27 سنة و8 شهور منتخب مزمبيق 27 سنة ونص ودول المديرين الفنيين منتخب مصر بيقود البرتغالي روي فيتوريا منتخب غانا الأرلندي كريس هويتون منتخب كاب فردي مدرب وطني اسمه بيدرو بريتو ومنتخب مزمبيق مدرب أيضا وطني المقارنة اللي بعدها معنا أفضل لعب طبعا في كله منتخب وقيمته التسوقية منتخب مصر طبعا بيتقدمنا كمحمد صلاح 65 مليون يورو نجم لفربول الإنجليزي منتخب غانا عندهم النجمة محمد قدوس نجمة واستهام يونايتد الإنجليزي قيمته 45 مليون يورو منتخب كاب فردي عندهم لعب اسمه الوجان كوستو ده بيلعب مدافع في تولوز الفرنسي 5 مليون يورو ومزمبيق عندهم رينيلدو ماندافع في أتليتكو مدريد الأسباني 16 مليون يورو تاريخ مواجهات مصر ومزمبيق قبل مباراة بكرة يمكن بيادعوا الاتفاعل 5 مواجهات ما بيننا كل الخمس مواجهات انتهوا بفوز منتخب مصر وسجلنا 9 هدف ما دخلش مرمانة ولا هدف يعني منتخب مزمبيق لم ينجح في التسجيل في منتخب مصر على مدار التاريخ لحصية اللي بعديها منتخب مزمبيق لعبنا في كاس أمه أفريقيا 3 مرات 86-98-2010 وفي كل مرة بنفوز بنفس النتيجة 2-0 86 هدفين كابتن طهر أبوزيد 98 هدفين لكابتن حسام حسن طبعا ضيفنا النهاردة 2010 كان بيأخذها كابتن حسن شحاته هدف لجده وهدف عكسي لداريو كان وبالتالي كل مرة بنكسر مزمبيق 2-0 بيعدعوا الاتفاعل ان احنا بناخد البطولة في الاخر نتمنى ان مطش بكر ان شاء الله ينتهي برضو 2-0 الصالح منتخبنا شكرا لي كابتن خالد بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا غدا ان شاء الله كابتن حسن يعني لو حابت تقول كلمة للعابتنا غدا في انطلاق كأس الأمم الأفريقية